في فيديو النهاردة هنجرب اكتر تريندو شوكولاتة منتشر حاليا واسمها فيكس شوكولات او شوكولات الدبي وهي باختصارة عبارة عن نوع من انواع الشوكولاتة محشي بحشوات مختلفة وبصراحة كان بان على شكلها حاجة في منتهى الجمال علشان كان كنت متحمس جدا من اجربها في البيت واشوف هل هتنجح معايا ولا لا وبس كده كل اللي عايزوا منك تتحمس معايا ويلا بنبدأ الفيديو بتاعنا اول خطوة هنقول باسم الله وهنحتاج قلب شوكولاتة حجم تنجروا مع اي نوع حسب الرغبة وممكن تستخدم شوكولاتة بيضة او شوكولاتة سودة ودلوقتي هنبدأ نقطعها في قطعة صغيرة وبعد ما نقطع الشوكولاتة هنبدأ نسيحها في حمام مائي وبعد ما تسيح معايا الشوكولاتة هنبدأ نخففها بمعلقة كبيرة زيت وهنبدأ نقلب كويس وبعد التقليب كده الشوكولاتة اصبحت جاهزة ودلوقتي كل اللي هنحتاجه اي قلب سيلكون موجود عندك في البيت وبعد ما نجهز القلب السيلكون هنبدأ دلوقتي في التازين والتازين ده عبارة عن شوكولاتة بيضة وعلاها لوم طعام وطبعا الخطوة دي حسب الرغبة وهنبدأ نوزع الشوكولاتة بشكل عشوائي في القلب وهنضيف برضو للتازين شوكولاتة بيضة وعلاها لوم طعام اخضر وهبدأ برضو وزعها بشكل عشوائي وبعد ما نضيف التازين بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نضيف شوية من الشوكولاتة اللي احنا مسيحينها وبعد ما نضيف شوية من الشوكولاتة هنبدأ نوزعها في القلب بالشكل ده وبعد ما نوزع الشوكولاتة بالشكل ده دلوقتي هندخلها التلاجة لحد ما تجمد قالت وقالت وقالت موسيقى وبعد ما فردنا اول طبقة من الشوكولاتة دلوقتي هنبدأ نجهز الحشو وبالنسبة للحشو هنحتاج كنافة مجمدة ونبدأ نقطعها قطع صغيرة وبعد ما قطعنا الكنافة بالشكل ده على النربو توسطها نضيف معلقة كبيرة زبدة او سمنة وبعد ما تسح السمنة هنبدأ ننزل الكنافة ودلوقتي هنقول بسم الله ونبدأ نقلب كويس لحد ما تاخد معانا لون دهبي محمر واول ما تبدأ تاخد معانا لون دهبي بالشكل ده هنرفعها من على النار ودلوقتي هبدأ افضل شوية من الكنافة وهنبدأ دلوقتي نضيف عليها شوية من كلمة الفوزدو او البستاشيو وهنقلب كويس وبعد ما توصل معانا لقوام ده كده حشو الفوزدو اصبح جاهز وبالنسبة بقى الاخر شوية من الكنافة هنضيف عليها شوية من زبدة اللوتس وهنضيف عليها شوية من كلمة الكندر وهنبدأ نقلب كويس وبعد ما نقلبه بالقوام ده كده الحشو اصبح جاهز ودلوقتي كل اللي هنعمله هنجيب القالب اللي احنا هطينه في التلاجة ونبدأ نفرد فيه الحشو وبعد ما ضيفنا طبعا من الحشو سميكة بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نضيف اخر طبعا من الشوكولاتة وبعد ما نضيف اخر طبعا من الشوكولاتة دلوقتي هندخلها التلاجة لحد ما تتماسك ونرجع لكم تاني وبعد ما سبناها جمدت في التلاجة دلوقتي هنقول بسم الله ونبدأ نخرجها من القالب وبصوا كده بسم الله ما شاء الله والشكل طالع عاملت ازاي شكلها الصراحة حلو قوي ودلوقتي بقى كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدأ تاكل بصوا بقى بسم الله ما شاء الله والشكل عاملت ازاي من جوه وده كده تاني شكل عملناي بصوا بسم الله ما شاء الله شكله حلو ازاي عبارة عن طبقة شوكولاتة رويقة وملئة بالحشو علمتك بالحشو علمتك بالحشو علمتك بالحشو علمتك بالحشو علمتك بالحشو الي الله بنا دلوقت ندوق ونشوف الطعن عامل ازاي بسم الله انا عايزة اقولكم ان بجد مش مصدق ان الطعم تنعم معي بالجمال والحلاوة دي واكتر حاجة مستغرب لها بقى اللي بتعم الفوزدق عايزة اقولكم ان السكر فيها مصبوط وطعمها حلوة قوي ومهما تاكل مينة كمية كبيرة ما تلاحظش ان هي سكرها اوفر ولا اي حاجة خالص طبعا لو هنقرنها باللوتس فاللوتس طعمها تقيل ويعني مش زي الفوزدق خالص بس بالصراحة من نجية نظري جربوا اللي بالفوزدق واكيد ان شاء الله هتعجبكم لكن اهم حاجة لازم تاخد بالك منها انك تختار خامات بنوعات كويسة عشان الطعم يطلع معاك كويس يعني حاول تختار نوعات شكراتها تكون كويسة وكمان الفوزدق اول لوتس انتها تستخدمه يكون نوعاته برضو كويسة وبس كده بيكون تهال فيديو بتاعنا واشوفكم في فيديو جديد سلام